موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار من قناة UATV في العاصمة كييف معكم محمد زاوي وفي المستهل لأبرز العنوين هدوء حذر في قطاع غزة بعد التوصل الاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل خليفة حفتر يدعو قوات شرق ليبيا إلى القتال بشكل أكثر قوة أثناء شهر رمضان وفي النشرة أيضا مسلمو أوكرانيا يستقبلون شهر رمضان الكريم أهلا بكم خيم هدوء حذر على قطاع غزة اليوم بعد توصل الاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوسطة مصرية وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين فلسطينيين وأصرح مسؤول فلسطيني وصفة وكالة رويترز بالمطلع بأن تفاهم وقف إطلاق النار يبدأ الاثنين في الساعة الرابعة وثلاثين صباحا في غضون ذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 23 قتيلا بينما لقيا أربعة إسرائيليين حتفهم وكان عدد من القتلى والجرحى قد سقطوا جراء قصف طائرات إسرائيلية لعدد من الأبراج السكنية المعروفة باسم أبراج الشيخ زايد في بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة ومن بين القتلى مدنيون منهم صبي يبلغ من العمر 12 عاما وامرأتان حبليا وقال الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق أكثر من 600 صاروخ على الأراضي الإسرائيلية منذ يوم السبت بينما استهدف القصف الإسرائيلي 320 هدفا في قطاع غزة إلى ليبيا حيث حثى خلف حفتر قائد قوات شرق ليبيا أو ما يعرف بالجيش الوطني الليبي قوته التي تحاول انتزاع العاصمة طرابلس على الاستبسال في القتال خلال شهر رمضان وفي بيان انتلأ المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري قال حفتر إن شهر رمضان لم يكن سببا لوقف معارك سابق وجاءت تصريحاته بعد ساعات من دعوة الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية لمدة سبوع بعد شهر من القتال للسيطرة على العاصمة أدى إلى نزوح 50 ألف شخص وسقوط نحو 400 قتيل كما ألحق أضرارا بالغة ببعض الأحياء الجنوبية ولم تتوقف معاركنا ضد الإرهاب في السابق بمدنيتي بن غازي ودرنة في شهر رمضان مبارك بل ازددنا عزما وقوة في هذا الشهر الكريم أيها الضباط والجنود المقاتلين في قواتنا المسلحة والقوة المساندة أحييكم في هذه الأيام المجيدة وشدوا على أيديكم وقوة عزيمتكم لتلقون العدو درسا أعظم وأكبر من الدروس السابقة إلى مناطق الصراع في شرق أوكرانيا حيث سجلت وزارة الدفاع الأوكرانية نحو 11 انتهاكا من جانب المسلحين الموالين لروسيا خلال 24 ساعة الماضية في قليمة دنباس وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن المحتلين الروسي استخدموا الأسلحة المحضورة بموجب اتفاقات مينسك مرتين حيث قاموا باستهداف المواقع الأوكرانية في أفدييفكا ونوفزفانوفكا بقذائف الهون ذات العيار الثقيل كما قصف المسلحون المواقع الأوكرانية على الخطوط الأخرى من الجبهة مستخدمين مدافع العربات المدرعة وقاذفات القنابل والمدافع الرشاشة من العيار الثقيل والأسلحة الخفيفة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أكد عدم وجود خسائر في صفوف الجيش الأوكراني أطلق العدو قذائف الهون من عيار 120 مم على مواقعنا في منطقة نوفزفانوفكا وأطلق خلال نصف ساعة عشر قذائف في منطقة دانيتسك قام العدو بقصف المواقع الأوكرانية في مارينكام باستخدام المدافع الرشاشة الثقيلة ولمدة 15 دقيقة ولم يسفر القصف عن سقوط خسائر في صفوف القوات الموحدة أحيى جنود المشات بالقوات المسلحة الأوكرانية اليوم عيدهم الوطني والذي تم تعينه لأول مرة بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ التاسع عشر أبريل 2019 هذا اليوم يأتي كدليل على الامتنان لشجاعة وبطولة الجنود في النظال من أجل الحرية والاستقلال وسلامة أراضي أوكرانيا المشات الأوكرانية هي الفرع الأكثر عددا من الجيش وأساس الإمكانية القتالية للوحدات البرية للقوات المسلح تلعب وحدات المشات الدور الحاسم في إنجاز مهام عملية القوات الموحدة جنبا إلى جنب مع وحدات الدبابات هذا وقام الرئيس الأوكراني بيترو بارشينكو بتهنئة الجنود الأوكرانيين اليوم في موضوع آخر سجلت أوكرانيا خلال الربع الأول من عام 2019 نحو 600 ضحية نتيجة حوادث عبر مختلف طرق البلاد كما أصيب أكثر من 5500 آخرين تشير تقارير إلى أن أوكرانيا تتصدر قائمة الدول الأوروبية من حيث معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور اليوم وبمبادرة من الأمم المتحدة أحيى ناشطون الأسبوع العالمي للسلام عبر الطرق في أوكرانيا وحول العالم وذلك في البيت الأوكراني وسط العاصمة كي الناشطون أضاء 300 شمعة ترمز إلى عدد الأوكرانيين الذين يقضون نتيجة حوادث الطرق الشهريا وفق الإحصاءات الرسمية ترجع الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق إلى السرعة الفائقة والقيادة في حالة سكر وتجاهل ربط أحزمة الأمان قانون حزام الأمان له تأثير فوري لأن الناس يغيرون سلوكهم فنسبة السائقين الذين يستخدمون أحزمة الأمان هي 23% ونسبة أقل طبعا من الركاب فإن هذه النسبة وبناء على التجربة الأوروبية سترتفع بعد اعتماد القانون من 80 إلى 90% وهذا يمكن أن ينقذ حياة من 400 إلى 500 شخص سنويا رست سفينة الاستطلاع البريطانية HMS Eco في ميناء أوديسا البحري وذلك في إطار زيارة تستغرق ثلاثة أيام سيقوم طاقم الأسطول الملكي بإجراء مناورات بحرية مع السفن الحربية الأوكرانية كما سيتضمن برنامج الزيارة أيضا رحلة استكشافية علامة هذه السفينة لطلاب أوديسا وإقامة مباراة لكرة القدم بين البحر الأوكرانيين والبريطانيين سفينة الاستطلاع البريطانية أرسلت في مهمة رسمية إلى أوكرانيا لضمان ومراقبة حرية الملاحة في المنطقة على غرار الكثير من مسلمي العالم استقبل مسلم أوكرانيا اليوم الاثنين شهر رمضان الكريم بكل حفاوة حيث أقام العشرات من المسلمين صلاة الترويح بالمراكز الإسلامية والمساجد هذا وتشهد مختلف المراكز الإسلامية والمساجد في أوكرانيا فعاليات خاصة بهذا الشهر الفضيل حيث يتضاعف إقبال مسلمي الأوكرانيا على هذه الأماكن لأداء الشعر هذا وكانت الإدارات الدينية لمسلمي أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق أن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك شهر رمضان يعني بنسبة لي شهر القرآن شهر الرحمة الشهر الذي يمكننا أن نقول أنه يشبه التمرين الروحي للعالم بأسره الشهر الذي يوحد جميع المسلمين هذا وقت مبارك بشكل خاص في هذا الشهر أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالصيام طوال الشهر يمتنع فيه المسلم عن الأكل والشرب قبل الفجر وحتى الغروب وبطبيعة الحال من أداء الأعمال الصالحة وفي ذات السياق هنأت وزارة الخارجية الأوكرانية مسلمي أوكرانيا والعالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نشرت الخارجية تغريدة باللغة العربية عبر حسابها على تويتر تمنت فيها بأن يمتاز هذا الشهر بالنواية الخير والأعمال الصالحة وقالت سمع الله صلاة كل مسلم لعم الخير والسلام والوئام العالم بأسره افتتحت بالعاصمة البلجيكية بروكسل الدفئات الملاكية أمام الزوار حيث يمكن التمتع بمشاهدة آلاف أنواع الزهر والنباتات التي أحضرت إلى بروكسل من جميع أنحاء العالم هذا المعرض سيدوم حتى الحادي عشر مايو الجاري تفاصيل في تقرير الزميلة أنجيلا ليشكو يأوي هذا القصر الزجاجي منذ قرن ونصف القرن النباتات من جميع أنحاء كوكب الأرض تنمو في أجنحته الثلاثين أشجار البرتقال ومئات الأنواع من الفوشية وواحدة من أغنى مجموعات الكاميليا ما يقرب من ثمانمائة نوعه شيدت الدفيئات الملكية في بروكسل في القرن التاسع عشر بناء على أوامر الملك ليوبولد الثاني جامع النباتات الشغوف الذي أحضرها من جميع أنحاء العالم وحلم ببناء الدفيئات في حديقة قصره أحاط الملك نفسه بالخبراء وعلماء النبات وخبراء البستنة حيث رغب في توفير الظروف المناسبة لنباتاته في الدفيئات بنية الدفيئات وجهزت على مدى ثلاثين عاما تقريبا وكانت أجنحتها مغلقة في السابق أمام السكان العاديين عقد الملك ليوبولد الثاني هنا أول خطوبة لابنته الأمير استيفاني وافتتح من ثم أبواب الدفيئات الملكية في كل عام لزوار فدعا في أول مرة أولئك الذين عملوا فيها فقط وبعد سنة من ذلك أمكن لجميع الراغبين الدخول إليها يرعون النباتات طوال العام ويقوم بذلك فريق مؤلف من ستين بستاني وخبير في النباتات حيث تحتاج كل نبتة منها لعناية خاصة لدينا نباتات قديمة جدا يوجد في المجموعة مثلا التي يجب الاحتفاظ بها في الداخل شتاء وفي البستان صيفا في الهواء الطلق لدينا أشجار البرتقال حتى وأقدمها يبلغ من العمر حوالي المائتي سنة تفتح الدفيئات الملكية أبوابها سنويا في أبريل والمدة ثلاثة أسبوع فقط في دروة فترة الإزهار يزورها خلال هذا الوقت سنويا أكثر من مائة ألف سائح ختام نشرة اليوم مزيد من الأخبار العالمية الوكرانية تجدونها على موقعنا الالكتروني uatv.ua كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم على حسن المتابعة ودومتم في رعاية الله وحفظة ترجمة نانسي قنقر